السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في القناة وصفة اليوم ان شاء الله هنحضر معكم تحلية بالخبز كتجي جدا سهلة وبسيطة والديدة بزعف خليكم معايا باش تعرفوا على مكونات الوصفة بسم الله على وبركة الله نحتاج الى الخبز انا بنسبة للخبز هنا استخدمت خبز الطوست عشر حبات من خبز الطوست كنقطعهم على هذا الشكل قطع صغيرة باليد دينا وكنحتفظوا به على جنب في ويعا كنودعهم ملعقتين من السكر البني ممكن تتخدموا السكر العادي ثلاث حبات من البيض وملعقتين من الزبدة المذابة وملعقة صغيرة من الفانيلا السبعمائة ميلي من الحليب السائل نخلط المكونات جيدا ستخلط لنا المكونات كنجيبوا الصينية وضعوا فيها قطع الخبز وكذلك كنزيدوا على قطع الخبز الزبيب وكذلك مرة اخرى قطع الخبز وكرشوا كذلك الزبيب كنستمروا بهذه الطريقة حتى كنسالوا الكمية اللي عندنا ناخدو الخليط السائل اللي حضرنا من قبل كنصبوه فوق الخبز كيف ما كتشوفوا معايا بالفيديو ندخلوها الفرن كيكون مسبق التسخين على درجة حرارة مائة وسبعون لمدة أربعين دقيقة ونحضر معكم السوس اللي غربكم مع التحلية عندي هنا كأس من الحليب نقوم بتسخين الحليب بذيغلي ناخدوه ملعقتين من الباودر الكاسترد نخلطوه مع ملعقتين حليب زائد ملعقتين من السكر ونضيفوهم على الحليب المغلي وستمروا بتخليط جيدا حتى يصبح لنا الخليط سميك وهنا من بعد ما التحلية دينا صارت جاهزة وخرجتها من الفرن هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا غدي نقطعها معاكم وهذا هو الشكل لها النهائي وبهالشكل رفقوها مع السوس اللي حضرنا من قبل او اي سوس كتفضلو صدقوني تحلية جدا بسيطة وسهلة والاهم كتجي لي دب زب كنتم من الوصفة تكون نالت إعجابكم وما تنسوش اللايك للفيديو كذلك اشترك في القناة اذا كنتم اول مرة كتلت تحقوا بالقناة اكتفعي الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وعلى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله مع السلامة في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة